المغرب والحمد لله يملك جارية تقدر بحوالي الخمسة ملايين إضافة إلى مئات الآلاف من اليهود المغاربة بالخارج في كل أنحاء العالم واليهود المغاربة هو ديما مع المغرب وأي حاجة اللي هي بصريح المغرب رأى اليهود معه أنا رحلنا قولان خلاقيت في المغرب إحنا خلاقينا في المغرب عشنا في المغرب طرع رعنا في المغرب قرينا في المغرب وولينا مغاربة وحنا مغاربة سمعني الخيطة بملكي ديال سيدنا الله ينصره وكننا فرحانين بزاف بكلامه وستمعنا لهم زيان والخطب دياله قال عدد نقاط ماشي غير على اليهود دواء على السحراء بأنه اعترفوا بها بزاف ديال الدول دواء بأنه كيشكر دول أخرى على التضامن دياله معه على حسب السحراء وليهود المغاربة هم ديما مع المغرب وأي حاجة اللي هي بصريح المغرب رأى اليهود معه وبالنسبة للصحراء ليهود وإسرائيل وجميع الدول رأى معترفة بها وحنا متضامن مع سيدنا واللي يقالها سيدنا احنا رأى معه عبر العالم كي يحميوا المغرب في الدرجة الأولى لأنه هم أخوتنا وحبابنا هم اللي يحتضنونا في واحد لوقيتها اللي محتضنا حتى شي واحد شيء تواحد محتضنا وهو اللي حلين البيبان دياله هو اللي تكلف بينا هو اللي عشنا واحد الألفة بيننا وبين المسلمين بغربة وكانوا بحال المغربة بحال المسلمين في أي حاجة ما كانش فرق الملك ديالنا اللي ينصره كيدكر جوجد المرات اليهود وليهود كيدكروه آلاف المرات وما ينسوش خيره وما ينسوش خير الحسن الثاني اللي ينصره ومحمد الخامس اللي يرحمه اللي يرحمهم كاملين واش غادي نقول لك احنا الخير ديال المولوك ديالنا ما عمرنا ننصوه حياتنا كامل كان ربحوا بأنه يد في يد في أي حاجة بالنسبة الاقتصاد بالنسبة المشاريع بالنسبة الجمعيات خيرية بالنسبة الجمعيات اللي غا تكون في صالح البلاد يعني غا تكون المغرب وإسرائيل واحد المنتدى احنا كان حافظوا على حاجة اللي هي طرد ديال المغرب ومع إسرائيل حويج اللي هما في صالح المغرب احنا معاها أي حاجة كالدعم المغرب احنا معاها بالنسبة المشاريع بالنسبة الترميم مثلا المقابير بما يسمى المعاراة وحنا في أي حاجة اللي كتزيد بالقدام المغرب احنا معاها في سوسم السال اليهود قلال ماشي كتر ماشي بنحد نسبة كبيرة ولكن ده بمن هنا ان شاء الله القدام هادي يكون مشاريع وغادي يكون بزاف ديال العلاقات اللي غادي تبطط العلاقة وما تنساش بأن اليهود الاكترية ديال اليهود راجعين للبلاد ديالهم كل واحد غادي يقلب على المسكن دياله وفين خلاق واش كان عنده وما فرحانين هو في أي بلاد ماشي غير في المغرب ماشي في اسرائيل ماشي في أي حاجة في العلام أي واحد كيرجع المسقط الرأس دياله وأي واحد كيرجع الحانين ديال فين خلق باه فين خلق مو فين خلق جداه ديما الإنسان كيقلب على الجدر دياله والجدر ديال اللي بزاف ديال اليهود راه من المغرب هم كدير بلادهم كانوا الجهة الشكر ديالي لسيدنا الله ينصروا والله يحفظوا لنا ويبقى لنا ديما عايش ويطولي في العمار بصحة جيدة وحنا ديما مع المالك اللي قالها المالك را ديالنا هو ديالنا واللي قالها احنا معاه أي حاجة اللي قالها لنا احنا معاه عاش المالك وعاش الشعب المغربي والشعب اليهودي والاسرائيلي وعاشت كل العلم